موسيقى والله يا اخي احنا بنرجو دائما التواصل السريع مع اخواننا بالضفة باقل تكلفة باقل وقت باقل معاناة اللي الواحد سرعة التواصل بتعطينا راحة راحة بالنا وإلهم وإن شاء الله الأمور للأحسن إن شاء الله والله احنا دائما في عندنا مشكلة الوقفة السيارات داخل طول كرم يعني أيام السابقة بتدري شوامدك تروح بسيارتك وبعدين الناس هناك مش عارف فيه فوضة سير رهيب يعني هذا واقف هنا هذا واقف هنا هذا واقف هنا وبعمل أزمة سير جوه البلد يعني ما بتعرف تتصرف هيش فبنطلب من المحافظ أنه يعمل قراجات خاصة يرتب زي ما بكينا كبل الانتفاضة إنه شوارع خاصة هاي لعرب إسرائيل تشجيعهم يتفضلوا عنا فبنطلب من ساعات المحافظ أنه يلفت نظرنا يعني لهذه الأمور وشرطة المرور تعاوننا يعني وتساعدنا لهذه الأمور هذه التسهيلات يعني إذا فتحوا هاي الطريق بتكون أكثر مناسبة وأكثر دخول على طول كرم فبكون أريح للناس هيك غلبة أنا إحدى الناس اللي بحب يشاجع مثلا عطول كريم من تحت راس اللفة التسهيلات كتير مريحة إذا بتكونوا كل يوم سبت المواقف مش سهلة الأسعار تكونوا أكثر مريحة مش بس يعني لمجرد أنه يوم سبت يبكى الأسعار تتير غالية عرب إسرائيل بيغلوها مثلا تبكى أيام عادية يعني مش لأنه يوم سبت مثلا مسموح المجال أنه يفوتوا مثلا عطول كريم تبكى الأسعار غالية لا يعني تبكى عادية زينا زيهم يعني ما يبكاش مثلا فرق بين عرب إسرائيل 48 وعرب فلط إحنا بالآخر عرب كلنا مسلمين فبالآخر يعني التسهيلات عنا مثلا إحنا بالشغل نفس الإشي إحنا مش منح ملك ركات ومنسف مصارع زينا زيهم يعني منطلع نشتغل منشكل حادي نتعب أمال كلنا بالأخير يعني إما نفتحوا من هون بيسهلوا على الناس بيشون الاقتصاد في طل شريم ليا اليوم صار الواحد إما نبتروه على عنا بيقول لك والله بدل ما روح طل شريم نابل سكرابلي يعني للجميع عمليها منه راحة منه أنتوا بيستفيدوا واللي بيشتغلوا كل شي بيصير تمام كنا نمر من هنا وكانت طريق سهل جدا جدا لكن عانينا كثير والحمد لله إن شاء الله بيضلوا على طول المؤسسة مكسرة في طل كريم المفروض تعلن هذا الإعلان عن محطات وإذاعات محلية عنا في الداخل لأنه كسم كبير حتى من سكان بلدي بعرفوش لو لا أصحابي اللي شروعكم أنا في الضفة وربي ما بعرف أنه في طريق مفتوحة حتى جربت السبت السابق ورجعوني فالمفروض المحافظة اللي هم قسم منهم زملائي وأصحابي اللي بيحترمهم المفروض يعمموا في شتى وسائل الإعلام الداخلية عندنا في 48 على هذا الشي لأنه أنا من الناس اللي بشجعوا التواصل على الأقل على الأقل إحنا شعب واحد اثنين للمشتريات أرخصنا هنا والمفروض يكون أقرب لنا كمان فعلى المسؤولين في المحافظة العمل والتسهيل والتنسيق مع مؤسسات داخلية شعبية إن كان إعلامية أو غير إعلامية إن الطريقة هي مفتوحة وتشجأت للتواصل صراحة انبسطنا كثير ما كانش ولاي عقوبات والحمد لله متأمل تكون الأمور كلها متواصلة مع الحمد لله رب العالمين إن شاء الله إنه ربنا بحل السلام على أمة محمد كلياتها وعلى العرب وعلى الإسلام وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى الكل المهم ربنا يسهلها على الكل لأنه ربنا مازال في مشاكل مازالوا كل الشعوب تعبانة وإن شاء الله ربنا إنه بسهلها علينا وعلى جميع الناس يا الله كان تسهيل من الجميع يعني إحنا جينا على مخصوم الجلمة ومن جلمة جينا على نابلس وجينا على طول كريم وينا مروحين الحمد لله كان مسهل وكل إشي الحمد لله تمام إذا هذا المخصوم ظهر مفتوح تسهيلات منيحة ماذا مخصوم هذا بتسجر ومنظل اللف من عناب المشكلة هي اللفة الموقف للسيارات لازم يعملوا في سابة العربة الإسرائيل العربة الثمانية وعربية غير أي شيء يعني كل شيء عادي بشو بتسهل بتساعدنا شتير هذه التسهيلات هاي الطريق عليهم عطولي بتحوه أنا بالنسبة إلي سهلوا ما سهلوا أنا جاي يعني لو لفوا 500 لفي بلف أما بالنسبة للناس الثانيين طبعا كل ما كان الطريق أقرب بيكون أفضل وأسهل للناس وأريح يعني اطلع على الخط التحتاني بقد معاك مرات ساعة تتفوت المحسوم أو أكثر فهذا الإشي فيه ناس يعني بيجو بيشوف الأكبي هاي هيك بيرجعش التسهيلات بالنسبة لإسرائيل مليحة يعني بسهلوا مش إنهم بسهلوش بس هناك خلص إذا بيبع بيضي 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 الشغل بثلاثة شيكل لعرب إسرائيل بخمسة شيكل فيه إشي يعني تيشوفوا بكلك بحط زيادة عشر شيكل ولا باجي حط خمسة شيكل يعني فيه تفريكات هذا إشي مليح بدأ من نستاني ساعتين وثلاثة على المخصوم تطلع الجهة الثانية تظهر بع ساعات على المخصوم هذا إشي تسهيل مليح مليح يعني بيخدمنا بيخدم الشعب بيخدم الناس بيخدم مدينة تلكرم التسهيلات التي يقدمها الجانب الإسرائيلي لإهالة الثمانية واربعين عند عودتهم من محافظة تلكرم من حاجز إجبارة تعني لهم الكثير ولكن هذه التسهيلات لا تستمر إلى يوم واحد في الأسبوع وباقي أيام الأسبوع تكون المعانا كما نراها هنا أشرف شاهين تلفزيون الفجر الجديد من حاجز إجبارة تلكرم